بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين سيما مولانا بقية الله في العالمين عجل الله تعالى فرجه الشريف كلامنا أيها العزاء حول أبنية المصادر بعد أن فرغنا من مصادر الثلاثي المجرد انتقلنا إلى مصادر غير الثلاثي والمقصود من غير الثلاثي غير الثلاثي المجرد أي الثلاثي المزيد الرباعي المجرد والرباعي المزيد فهذه ثلاثة أقسام نريد أن نتعرف على أوزان مصادرها كما لاحظتم في الحصة السابقة يذكر لنا المصنف هذه الأوزان خلال هذه الأبيات وهذه المنظومة منظومة الألفية وتعرفنا وتبين لنا المقصود والمراد من كلامه في هذه الأبيات حول أوزان المصادر في هذه الأقسام الثلاثة ونقرأ الآن عبارة الشرح بعد المرور على كلام المصنف في الألفية قال وَغَيْرُذِي ثَلَاثَةٍ مَقِيْسُ مَصْدَرُهُ كَقُدِّسَ التَّقْدِيْسُ وَزَكِّهِ تَزْكِيَةً وَأَجْمِلًا إِجْمَالَ مَنْ تَجَمُّلًا وَاسْتَعِذِ استِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ إِقَامَةً وَغَالِبًا ذَتَّا لَزِمْ وَمَا يَلِي الْآخِرُ مُدَّ وَافْتَحَا مَعْ كَسْرِ تِلْوِ الثَّانِ مِمَّا افْتَتَحَا وَمَا يَلِي الْآخِرُ مُدَّ وَافْتَحَا مع كسر تِلْو الثَّانِ مِمَّا افْتُتِحَا بِهَمْزِ وَصْلٍ كَاسْطَفَا وَضُمَّمَا يَرْبَعُ فِي أَمْثَالِ قَدْ تَلَمْلَمَا يقول الشارح ذكر المصنف في هذه الأبيات مصادر غير الثلاثي والمقصود هنا غير الثلاثي المجرد وهي مقيسة كلها هذه الأبنية هذه المصادر أوزانها مقيسة كلها أي لكل باب من هذه الأبواب وزن قياسي يقاس عليه نعم قد يكون له وزن آخر لا يقاس عليه ولكن هناك وزن أصيل يقاس عليه في كل باب من هذه الأبواب وعرفتم سابقا بأنه في الثلاثي المزيد نحن نقسم الأبواب إلى ثلاثة أقسام الباب القسم الأول الذي زيد فيه حرف واحد القسم الثاني الذي يزاد فيه حرفان القسم الثالث الذي يزاد فيه ثلاثة أحرف الشارح يذكر هذه الأوزان على غرار ما ذكره المصنف في الأبيات يقول فما كان على وزني فعلا ما كان على وزني فعلا مثل صرفه مثل علم مثل فقها فهما هذا الذي هو على وزني فعلا هذا الفعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا إما أن يكون صحيح الآخر أو معتلا الآخر في آخره حرف علة أو هو صحيح وليس في آخره حرف علة تعرفون أنه في النحو عندما يقولون معتل يقصدون معتل الآخر بخلاف الصرف في علم الصرف إذا قالوا معتل إما أن يكون معتل الفاء فيسمى مثالا أو يكون معتل العين فيسمى أجوف وإما أن يكون معتل اللام فيسمى ناقصا فهنا عندما يقول معتل القصد معتل الآخر فيقول الذي هو على وزني فعلا إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر فإن كان صحيحا مثل صرف فمصدره على تفعيل صرفا عندما تأخذه إلى باب التفعيل إلى باب فعلا تقول صرف يصرف تصريفا تصريفا على وزني تفعيل نحو قدس تقديسا وهناك نكتة وملاحظة بالنسبة إلى هذه الأوزان هذه المصادر هذه الأبواب كيف نسميها ما هي التسمية هذا الباب مثلا نسميه باب التفعيل أو له اسم آخر هناك اصطلاحان البعض يسمي هذه الأبواب باسم مصادرها مثلا هذا الباب يسمونه باب التفعيل باب التفعيل لأن مصدره على وزني تفعيل والبعض يسميه باسم ماضيه فيقول باب فعلا باب فعلا هناك تسمية ولكن المعروف على الظاهر هو التسمية باسم المصدر فنقول باب التفعيل باب التفعيل فمصدره إذا كان صحيحا على وزني تفعيل ومنه قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا كَلَّمَا على وزني فعلا تكليما على وزني تفعيل هذا هو المصدر ولكن يأتي سماعا على غير قياس أيضا على وزني ماذا فعال 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 يفعل فعالا فعالا هل لكم مثال يقول نعم كقوله تعالى وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابَ 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 على أساس أنه مصدر ولكن لم يأتي على تفعيل بل جاء على فعال كِذَّاب وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابَ يأتي على فعال بتخفيف العين وقد قرئ هذه الآية قرئت وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابَ 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 على وزني فعالا بتخفيف الذال وحتى أنه قد يقال بأن هذا المصدر رأينا أنه جاء على وزني فاعلة فاعلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة كاذبة أي تكذيب تكذيب نعم ولكن لا يمكن لنا أن نعد هذا وزنا من أوزان مصدر هذا الباب يمكن أن نقول بأن هذا نائب هذا الوزن جاء بالنيابة وإن كان معتلا إذا كان الفعل الذي نأخذه إلى هذا الباب معتلا الآخر فمصدره كذلك مصدره يأتي على وزني تفعيل لكن تحذف منه ياء التفعيل نحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء بعدما بعدما حذفنا الياء نعوض التاء تفعيل نحذف الياء يكون تفعل تفعل ثم نأتي بالتاء تفعله تفعله تزكيه فيصير فيصير مصدره على تفعله نحو زكا تزكية هذا هو الأصل هذه هي القاعدة في المعتل أن يكون الوزن في باب التفعيل على تفعيله هل يأتي على تفعيل بدون تغيير يقول وندر مجيئه على تفعيل مجيئه على وزن تفعيل بدون تغيير نادر كقوله باتت تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة صبية باتت تنزي أي تحرك دلوها تنزيا على القاعدة كان المفروض أن يقول تنزية تنزية لأن هذا الفعل معتل ومصدره على تفعله ولكن جاء على خلاف القاعدة وإن كان مهموزا يعني إن كان الفعل مهموز الآخر ولم يذكره المصنف هنا المصنف لم يتعرض إلى ذكر المهموز تعرض إلى ذكر الصحيح وذكر المعتل فمصدره على تفعيل مصدره على وزن تفعيل وعلى تفعيله وعلى تفعيله وقالوا بأن هذا هو الغالب على تفعيله نحو خطأ خطأ ماذا نقول في المصدر تخطيئ وتخطئ تخطئ تخطئ على تفعيل تخطئ على تفعيله جزأ تجزئ وتجزئة وتجزئة للتخفيف يقولون تجزئة ولكن بالأصل هو تجزئة من الجزء ونبأ نبأ مهموز مصدره تنبيئا وتنبئة يأتي على الوجهين ولكن قلنا بأن الغالب فيه هو وزن تفعيله إذن انتهينا من باب التفعيل ننتقل الآن إلى باب الإفعال باب التفعيل وباب الإفعال كلاهما يزاد فيهما حرف واحد وإن كان على أفعال يعني الماضي الماضي على وزن أفعال فقياس مصدره المصدر قياسه على إفعال إفعال نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا وأعطى إعطاءا ذكر لنا مثالين من الصحيح ومثال من المعتل أعطى معتل إعطاءا نعم هذا هو وزن مصدر باب الإفعال هذا إذا لم يكن معتل العين إذا لم يكن معتل العين يعني هذا الذي قلنا باب الإفعال مصدره إفعال في غير الأجوف غير الأجوف أما في الأجوف يعني المعتل العين فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة مثلا قوم قام قام بالأصل قوم نأخذه إلى باب الإفعال فيكون إقوام إقوام الواو مفتوحة القاف ساكنة ننقل فتحة الواو إلى القاف بعد ذلك بعد ذلك نحذف الواو نحذف الواو فيكون ماذا إقوام يكون إقام إقام ثم نأتي بتاء التأنيث فنقول إقامة إقامة وكذلك في إجابة إجواب بالأصل إجواب ثم هكذا نفعل ننقل حركة الواو إلى الجيم ثم نحذف الواو ثم نأتي بتاء التأنيث فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة الفاء يعني الحرف الأول الأصيل وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث عوض عنها تاء التأنيث إذا سألت لماذا تحذف نقول لالتقاء الساكنين لأنها ساكن وبعدها ألف والألف ساكن التقاء الساكنين تحذف عين الفعل نحو أقام إقامة والأصل إقواما فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة ثم أقم إقامة وقوله وغالبا ذت تالزم ماذا يقصد إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا يعني يؤتى بها عوضا وقد جاء حذفها قد ورد حذفها كقوله تعالى وإقام الصلاة الآية لم تقل إقامة الصلاة إقامة الصلاة بحذف التاء هذا الذي ذكرناه هنا يجري في باب الاستفعال أيضا باب الاستفعال إذا كان الفعل أجوف معتل العين نفس الكلام نفس الكلام تنقل الحركة ثم تحذف العين ثم يؤتى بتاء التأنيث مثل استعاذ استعاذ المصدر بالأصل استعواذ استعواذ تنقل الفتحة إلى العين يعني إلى فاء الفعل ثم تحذف فيكون استعاذ استعاذ ويعوذ بعد ذلك بتاء التأنيث استعاذ وإن كان هذا يأتي أيضا في عبارة الشرح وإن كان على وزني تفعل يعني الماضي الماضي على وزني تفعل مثل مثلا تجمع تكسر وإن كان على وزني تفعل فقياس مصدره تفعل تفعل بضم العين نحو تجمل تجملا تعلم تعلما تكرما تكرما وهذا ما قاله المصنف في نهاية المطاف وضم ما يربع في أمثال قد تلم لما كما تلاحظ هنا أمثال قد تلم لما باب التفعل والتفاعل والتفعل كلها مشتركة في هذا الجانب طيب الآن ننتقل إلى الأبواب التي في بدايتها همزة الواصل مثل انفعل افتعل استفعل افعل هذه الأبواب يقول في هذه الأبواب إن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه كسر ثالثه الحرف الثالث يكسر ماذا قال المصنف قال ماذا قال مع كسر تلو الثاني تلو الثاني هو الثالث يعني كسر الحرف الثالث كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره في المصدر يزاد ألف قبل الآخر سواء كان على وزني إن فعل فنقول فنقول فعال أو افتعل فنقول افتعال أو استفعل فنقول استفعال نحو انطلق انطلاقا استفى استفاء استخرج استخراجا وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتح كما تقدم سابقا وما يلي الآخر يعني وما يليه الآخر وما يليه الآخر يعني ما قبل الآخر الحرف قبل الأخير مد وافتح طيب بالنسبة إلى باب الاستفعال كما تقدم قبل قليل باب الاستفعال إذا كان معتل العين أجوف قلنا بأنه تجري فيه قاعدة باب الإفعال إذا كان معتل العين أقام قلنا إقامة نفس الكلام في باب الاستفعال يقول فإن كان استفعلا معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما مثل ماذا استعاذ استعاذة استعاذة بالأصل استعواذ استعواذ والأصل استعواذا فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التأ فصار استعاذة وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال قد تلم لما أنه إذا كان الفعل على وزن تفعل له الرباع المزيد للرباع المجرد الرباع المجرد ليس فيه تاء دحرج يدحرج هذا الرباع المجرد وسيأتي الكلام حول مصدره ولكن الرباع المزيد الذي زيد في أول هتاء فيصير تفعل له تدحرج ماذا نفعل هنا يقول الحرف الرابع انظر الحرف الرابع اجعل عليه ضم تدحرج الحرف الرابع هو الراء فيكون تدحرج تدحرج تفعل معنى هذا الكلام انه اذا كان الفعل على وزن تفعل يكون مصدره على تفعل بضم رابعه نحو تلملم تلملما وتدحرج تدحرج وسبق في شرح ابيات المصنف ان قلنا بانه هذا الكلام وهذه القاعدة يعني ضم الحرف الرابع ليس مختصا بالرباع المزيد تفعل له بل هذه القاعدة تجري في كل باب يبدأ بتاء المطاوعة تاء المطاوعة مثل باب التفعل والتفاعل تفعل تفاعل هذه من ابواب الثلاث المزيد هذه القاعدة ضم ما يربع في امثال قد تلملم ضم الحرف الرابع هذه القاعدة تجري في تفاعل في المصدر نقول تفاعل يعني الحرف الرابع نضمه في تفاعل ايضا الحرف الرابع العين الثانية نقول تفاعل تفاعل ايه فهذه القاعدة لا تختص بالرباع المزيد فيك ما يقول الشارح بل هي تجري حتى في الثلاث المزيد الباب او البابان اللذان البابين الذين يبدآن بتاء المطاوعة وتعرفون ما معنى المطاوعة ما معنى المطاوعة هناك افعال تدل على قبول الاثر تدل على قبول الاثر يعني هناك تأثير وهناك تأثر مثلا انا قلت كسرته فانكسر كسرته هذا الفعل للتأثير كسرته ان كسر يعني قبل الاثر فهذا يقال له مطاوعة الفعل الذي يدل على قبول الاثر من فعل آخر هذا الفعل يقال له فعل المطاوعة مثلا تكسر مثلا يقال كسره فتكسر تكسر هذه التأ تدل على المطاوعة دحرجته فتدحرج فتدحرج هذا الباب يدل على المطاوعة مطاوعة الفعل الآخر مطاوعة الفعل الآخر بمعنى قبول الأثر فكل باب يبدأ بتاء المطاوعان حتى باب التفاعل تفاعل مثلا يقال هو متفاعل متفاعل يعني يقبل الأثر يقبل الأثر متفاعل الحرف الرابع من هذه الأبواب يضم انتهينا من أبواب الثلاث المزيد فيه وذكرنا أيضا بابا من أبواب الرباعي المزيد فيه وهو تلملم تلملم الآن يذكر لنا وزن الرباعي المجرد مثل دحرج وسوس زلزل هذا الباب الرباعي المجرد ما وزنه مصدره يقول فعلال أو فعللة فعلال أو فعللة لي فعللا لي فعللا يعني للرباع المجرد مثل دحرج دحرج فيكون ماذا دحراج ودحرجة دحراج ودحرجة زلزل زلزال وزلزله زلزال وزلزله وسوسة يكون وسواس ووسوسة فعلال وفعللة طيب من هذين الوزنين أيهما المقيس عليه الأصل الأول أو الثاني يقول واجعل مقيسا ثانيا لا أولا اجعل الثاني يعني فعللة فعللة دحرجة هذا الوزن اجعله المقيس عليه هذا هو الأصل لا أول الأول الذي هو فعلال يأتي يأتي مصدر فعللة على فعلال كد احرج دحراج وسرهف سرهافا سرهف الغذاء أحسنه سرهف الصبي أي أحسن غذاءه سرهف سرهافا وعلى فعللة يأتي أيضا على فعللة ثم يقول وهو المقيس عليه هذا هو الأصل نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة جاء في اللغة أن هذا الفعل يستعمل على المجهول أي بهرج بهرج الشيء إذا أخذ على غير الطريق بهرج الشيء بهرجة وسرهف سرهفة نعم يبقى الكلام أيضا في باب المفاعلة أن نعرف وزنه ما وزن مصدره إن شاء الله نأتي على ذكره وما تبقى من أوزان المصادر بناء المرة وبناء الهيئة نأتي إن شاء الله على ذكرها لاحقا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة